مساء الخير، نهار اليوم كانت الأجواء باردة وغائمة في أغلب مناطق المملكة وهطلت زخات من الأمطار في مناطق الشمال والوسط هاي الليلة انخفاض على درجات الحرارة وبتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة وماطرة في أجزاء واسعة من المملكة وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا وبتوصل درجة الحرارة إلى 15 درجة أما أرطوبة 94 والرياح جنوبية غربية غدا استمرار تأثير المنخفض الجوي المصنف من الدرجة الثانية والأجواء باردة نسبيا وغائمة وماطرة في مناطق مختلفة من المملكة وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 16 وبالليل 13 درجة يوم الجمعة حالة من عدم الاستقرار الجوي مع فرصة لهطول الأمطار خاصة في شمال ووسط المملكة وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 17 وبالليل 13 درجة يوم السبت استقرار الأجواء وارتفاع على درجات الحرارة وبتوصل درجة الحرارة بنهار لـ 19 وبتنخفض بالليل لـ 15 درجة ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظماء اليومي غد في باقي مناطق المملكة إربط 17 وغدا 20 عجلون تساقط أمطار 14 وغدا 16 جرش 17 وغدا 19 درجة في المفرق بتسجل درجات الحرارة 15 وغدا 19 زرقاء 16 وغدا 20 درجة مئوية في السلط بتسجل درجات الحرارة 16 وغدا 18 مادبة 14 وغدا 17 مطار ملكة عالية 13 وغدا تساقط أمطار 18 درجة في البحر الميت بتسجل درجات الحرارة 22 وغدا 25 الطفيلة 15 وغدا 16 الكرك 12 وغدا 13 درجة في معان بتسجل درجات الحرارة 11 وغدا 17 في العقبة بتسجل 19 وغدا 26 نهاية برويشد 13 وغدا 18 درجة ومن خلال خرائط الأمطار نلاحظ استمرار تأثر المملكة بالمنخفض الجوي بحيث تصل مع ساعات مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس جبهة هوائية تزيد من فرص هطول الأمطار في مناطق عدة من المملكة أما من خلال خرائط الحرارة تشير إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة بفعل المنخفض الجوي الذي يؤثر عليها بحيث تنخفض بشكل كبير خلال ساعات المسائل تكون باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة وبالانتقال لصورة توزيع الأمطار نلاحظ تركز الأمطار في المناطق الشمالية وامتدادها لاحقا إلى المنطقة الوسطى والجنوبية وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا وبالانتقال لملخص الحالة الجوية جبهة هوائية ليلة الأربعاء والخميس وأجواء باردة ليلا وحالة من عدم الاستقرار الجوي أما توصيات الحالة الجوية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والانتباه من الفروقات الحرارية وانخفاض الحرارة المتوقعة ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عودالي ليلة شكرا ماريان